برضو لزينا معقف التعليم بس تعالوا نروح للبحيرة شوية في حاجة كده تتظر على الشاشة دلوقتي هتشوفها حضراتكو كتير مننا يعني يحفظ من آيات القرآن الكثير والكثير وقرأ الكثير من القرآن ولكن لم نقرأ هذه الآية من قبل قولي كده حضراتك الآية بتقول إيه يا حمدي؟ قال تعالى أيوة مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه طبعا هنا أنا عندي حاجة هنا عندي أن دي في النهاية ممكن تكون خطأ غير مقصود بشكل مباشر أن يكون هذا في امتحان في طلبة بتدرس في المدارس بتاعتنا طبعا زي ما تحضرك شافين دي دارة كوم حمادة التعليمية في محافظة البحيرة لسنة خمسة ابتدائي لما الولاد تطلع لأن دي آية قرآنية وانحرف في القرآن هذا الأمر طبعا يعني من العبث بمكان وهنا إحنا يعني بنعبث بالثوابت بنعبث في دين بنعبث في أمر لا يحتمل العبث طبعا تواصلنا مع وكيله ذات التربية والتعليم بالجيزة الدكتور محمد عفوا بالبحيرة الدكتور محمد سعد هذا الرجل طبعا يعني ممكن تكون شهادتنا في مجروحة لأن احنا يعني تحدثنا عن أداء هذا الرجل من النحاء الفنية ونحاء الإدارية في حلقات سابقة ولكن أيضا يعني نحن نتني على ما فعل طبعا تضح أن هذا الأمر خطأ مضاعي ومع ذلك تم تحويل المقصرين إلى التحقيق وهنا بنشد على أيدي الدكتور محمد فعلا حتى وإن كان خطأ مضاعي وإن كان لم يكن شيء مقصود من تحريف أو ما إلى ذلك ولكنه في النهاية يقع تحت طائلة الإهمال في حده الأدنى الإهمال في حده الأدنى وتفضي التحقيقات إلى ما تفضي وسنحترد طبعا نتيجة التحقيقات اللي هتم في هذا الأمر في مدرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة اشتركوا في القناة